اشتركوا في القناة لا تشكل اي مشكلة وفقا للوائح الكافة وقال امبا في تصريحات له مع قناة بي بي سي سبورتس افريكا لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعتقد عدم وجود مشكلة في هذه الخريطة وفقا للوائح الكافة وتبع النائب العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم قرار محكمة التحكيم الرياضي الطاصل سيرشدون الى كيفية تحسين لوائحنا ويذكر ان الكافة كان قد اعتبر اتحاد العاصمة الجزائرية منهازما ذهبا وإيابا ضد فريق نهضة بركان بنتيجة ثلاثة اداف مقابل الصفر في كل مباراة مؤكدا حالة الملف على لجنة الانضباط لاحتمالية اتخاذ اجراءات تأديبية اضافية بعد انسحاب الفريق الجزائري من المواجهتين بسبب تواجد خريطة المملكة المغربية على قمصان النادي الوركانية وكانت المحكمة الرياضية الدولية بلوزانا قررت في وقت صابق رفض الطلب الاستعجالية الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الطاعن في قرار لجنة الاستينافة بالاتحاد الافريقي للكرة الصادر في الثلاثين أبريل الماضية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء